الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله 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 على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطنة انتوفيق الله عز وجل نستمر في قراتنا لكتاب تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى وجزال الله عنه خيرا ونحن في ليلة الثلاثاء ليلة الرابع والعشرين من جماد الآخر لعام واحد واربعين واربعمل ألف الموافق ليلة الثامن عشر من الشر الثاني لعام عشرين وألفين وقد بلغنا بحمد الله الحديث التاسع تفضل أقرأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا والمشايخنا والوالدين والمسلمين أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله رواه البخاري ومسلم نعم هذا الحديث الصحيح تخبر في عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمون يعني البداء باليمين فيما فيه يمين والشمال يعني فيما فيه يمين والشمال فيبدأ باليمين صلاة ربه السلام عليه قبل الشمال وكونه كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الاستحباب ما يدل على الوجوب لأن الوجوب يحتاج لماذا؟ إلى أمر الوجوب يحتاج إلى أمر أما الشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ولم يأمر به أو يعجبه أو يحبه فهذا دليل على استحبابه ففي حقك أن تفعل هذا المستحب والبداية باليمين بالنسبة للطهارة كما هو معلوم تغسل يدك اليمنى قبل اليمين قبل الشمال وغسل الردلين اليمين قبل الشمال وبما أنه مستحب يعلم أنه شخصا ما بالخطأ بل ولو تعمد فغسل الشمال قبل اليمين فوضوءه صحيح لكن الأكمل المستحب أن تبدأ باليمين قبل الشمال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه في تنعوله أيضا ينتعل باليمين قبل الشمال عندما ينزع النعلين يبدأ بالشمال ثم اليمين يجعل اليمين آخر شيء وترجله يبدأ أيضا بشقه الأيمن كذلك الحلق في الحج أو العمرة الشق الأيمن وهذا الأمر سبحان الله مع يسره يقفل عنه كثير من الناس وقد سبقا ذكرت وأذكر أن المسلم في هذه الدنيا السعيد في حياته أن يحصل ما استطاع من الحسنات ويقلل ما استطاع من السيئات فأنت يا عبد الله كل يوم تنتعل ولا لا عدة مرات وكل يوم تلبس القميص وكل يوم تلبس السراويل ما الذي يمنعك أن تبدأ باليمين ثم الشمال ما الذي يكلفك لكن الغفلة فيغفل كثير من الناس عن هذه السنن وقد يستهين بها وما يعلم كم سيحصل عليهم الأجر والثواب من رب العالمين لا سم إذا استحضر أنه يفعل هذا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تياما المسلم في تنعله في لباس القميص لباس السراويل في ترجله في حلقه لشعره متابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا بدأ باليمين كان لهم الأجر ما الله بيعلم كل يوم تلبس كل يوم لا نخرج كل واحد ينتعل لماذا لا تنتعي باليمين قبل الشمال حتى يكون ذاك إيش يعني لك عادة فتنقلب هذه العادة إلى عبادة مستمرة ليس المراد عادة بلا أجر وإنما أنت اعتدت على هذا بحمد الله عز وجل فيمكن حتى ربما بالخطأ ما تفعله ولا لا انظر إلى من اعتاد أن يأكل بيمينه والأكل أكل باليمين واجب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى على الأكل بالشمال لكن من اعتاد على الأكل باليمين والله حتى بالخطأ لا يكاد يخطئ ويأكل بالشمال لكن بعض الناس يتهاون أصلا يتهاون فإذاك اللي يتهاون بهذا الأمر يأكل بالشمال يشرب بالشمال يأخي بيمينك أي صح صح ينسى كثيرا لكن اجعل في حياتك. ان تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما استطاع ذلك سبيله. وهنا نبهها على كثير لهميته. بعض الناس يكبر تكبية الاحرام. ماذا يفعل? كما يقول شيئا ابن عثمين. يعني يكبر يرفع عيديه رفع الكسالة. رافع يمكن خمسة سنتي. يا اخي يرفع. كم يكلفك هذا رفعت حذوة من كبيك او اذني? كم يكلفك هذا يعني? كلفك شيء? ها? يرفع. صلوا كم رأيتم وصلي. مستحب صح لو ما رفعت سلاتك صحية. لكن انت رافع رافع. لماذا ترفع قليلا هكذا? ولماذا تصل لصلاة الكسول? الله على على صدرك. ها? طبق السنة. في كل صغير في كل كبير ما استطاع ذلك سبيله. فهذا امر مهم جدا. المسلم في هذه الدنيا الموفق. يحرص على ان يجمع ما استطاع من الحسنات ويتقلل ما استطاع من السيئات. ثم اعلموا ان الحسنات يذهبنا سيئات. فانت تتحص من هذا من هذا السنن ما شاء الله فيكفر الله بها عن سيئاتك. نعم. غريب الحديث. قال الشارح ورحمه الله غريب الحديث. اولا يعجبه التيمن يعني يفضل تقديم الايمن على الايسر. قال الصنعاني كل فعل يحبه الله او رسوله فهو يدل على مشروعيته للشركة بين الاجاب والندب. حتى الواجب يحبه الله والندب المندوب المستحب يحبه الله. لكن الفرق بينهما ان الواجب امرن به امرا لازما. واما المستحب فرغبنا فيه من غير الزام. وما يترتب عليهما كلاهما يثاب فاعله امتثالا. ويفترق عن بماذا ان الواجب تاركه يستحق الاثم بينما ها تارك المستحب المستحب لا لا يستحق الاثم. نعم. ثانيا في تنعله اي لبس نعله. ثالثا وترجله اي تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط. رابعا وطهوره بضم الطائي التطهر. ويشمل الوضوء والغسلة وازالة النجاسة. طيب ترجله تسريح شعر رأسه ولحيته بالمشط. من منها يا اخوان يسرح لحيته يأتي على بالا يبدأ باليمين ثم الشمال. انت مسرح مسرح. ها? واليمون مع فيها يعفيها عشان يسرح عشان يعمل واجب ويعمل مستحب بتسريحها. هذا الشي لا يكلف. هذا من فضل الله عز وجل. واذاك ذكر من قيم كلاما فيما معناه ان الله عدد نوع العبادات حتى توافق جميع امكانيات الناس. يعني ليس كل الناس عندهم قدرة مالية للصدقة والعتق والجهاد في سبيل الله بالمال. ليس كل الناس عندهم قوة للقتال والجهاد. ومثلا مطاردة اهل الفساد من قطاع نحوهم. ليس كل الناس عندهم شجاعة. ليس الناس كلهم عندهم قدرة على الخطابة والنصيحة. صح? في ناس ما يستطيع واجه الناس. لكن مهما ضعفت مقتدرات الانسان او قدراته يجد في دين الله ما يناسبه من الاعمال الصالحة. ابدا لا يمكن. يعني اقل شيء يذكر الله عز وجل هذا محث الكلفة. ما يكلفك شيء. معنا ذكر الله من اجل الاعمال. وهو ايسر الاعمال التي يقوم بها الانسان. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم. الا انبعكم بخير اعمالكم واسكاها عند مليككم. وخير لكم من انفاق الورق والذهب. الذهب والورق. وخير لكم ان تلقى عدوكم. فتضرب رقابهم ويضرب رغابكم. ادلكم على الافضل من هذا كله. قال بل يا رسول الله. قال ذكر الله. لكن هو توفيق من الله عز وجل. نقفل كثيرا. معنا الامر هذا. وسهل جدا. كلمتان خفيفتان عن اللسان. ثقيتان في الميزان. حبيبتان الرحمن. سبحان الله بحمدي. سبحان الله العظيم. من يعجز عن هذا? هل تحتاج واحد متعلم ولا عنده شهادات ولا? لا لا. سبحان الله بحمدي. سبحان الله العظيم. احب الكلام الى الله. سبحان الله الحمد لله. لا اله الا الله وكبر. انتظار الصلاة. الجلوس بعد الصلاة. يا اخي الصلاة تجلسي. ملائكة تستغفر لك. وتغل الله ما اقفر لهم. الله مرحب. جلوس. اجلس. قليلا. فيعمال صالحة كثيرة جدا. حتى انه. لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. قال رجل يا رسول الله. فان لم اجد. قال تكسب. تعمل. تنفع نفسك وتصدق. قال فان لم استطع. قال تعينو ذا الحاجة. تهدي. ضالا. تعلموها على الطريق يعني. تفرغ من دلوك على دلو اخيك. كل ما قال له شيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان لم استطع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. فكف شرك عن الناس. فانك بذلك اجرون او صدقة. شوف. بعد ما تقدر كف شرك عن الناس. فالمسلم يعني امامه سعة. سعة من الاعمال الصالحة. ما يحيط بها الا الله عز وجل. وذلك بعض البدع يقول يأتي ببدع ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارشد اليها ولا اقرها. فيقول عندي من الفراغ ما ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مشغولا في الجهاد والتعليم والأول معروف والمنكر. ويجاهد المنافقين واليهود. ها ويجهز الجيوش. انا ايش عندي ما. فاذاك هو ايش يأتي بهذا البدع قال لاني عندي من الفراغ. كان مشغولا. طيب ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده فراغ مثل ما عندي. انا مش عندي. فقال له بعض مشايخنا. لا بأس ان تفعل ذلك. لا بأس. اذا عندك فراغ افعل. لكن بعد ماذا? بعد ما تأتي بالمشروع كله. المشروعات من الذي يستطيع ان ان يحيط بها? ها? في حد يستطيع ان يعمل كل المشروع? لا في حد. حتى ان رب العالم جل وعليه يفتح لعباده كله ان يعطيه ما شاء سبحانه وتعالى. في بعض الناس يعطيهم الله في الدعوة. في ناس في طلب العلم والتعليم. في ناس في الجهاد. في الناس السعى العرام المساكين. صح? في ناس في النصيحة. في ناس في بر الوالدين. في ناس في تطبيب الناس. في ناس. اكد رب العالم يقسم الارزاق. لكن اذا وجدت نفسك في مكان قد فتح الله عز وجل عليك به. فالزم. الزم. قد تنجح في مجال ما ينجح فيه غيرك. وقد ينجح غيرك في مكان ما تنجح انت فيه. ليس كل الناس على على مستواحد في الشجاعة والقوة والانفاق. والتعليم والاستيعاب والحظ. ذاك الصحابة رضي الله عنهم. هل سمعتم حديثا رواه خالد موليد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال. سمعتم. سمعتم. ما فيه. لكن كان وجاهد في سبيل الله. لكن ما سمعنا ان ابا هريرة كان له بطولات ومواقف في في ساحة الجهاد. لكن كان حافظة الاسلام. احفظ الصحابة. رضي الله عنه جميعا صح. ومن الناس من يفتح الله عليه. عدة ابواب. عنده جهاد وعنده كرم. وصدقات. وعنده تعليم. وعنده عنده. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكن انت الان اذا فتح الله عليك بابا من الابواب الخير. واتقنته واحسنته فالزم. الزم. واجتهد ولا يفوتك. لان هذا الخير ممكن يفوت الانسان. لا تستهين به. طيب. اذا ان استطعت ان تترجل لحيتك رأسك باليمين. لا تخفل عن هذا. ولا تستهين بالحسنة. الحسنة واحدة الاسلامية. قد تكون هي ايش مرجحة لميزان حسناتك يوم القيامة. ميزان القسط عند الله رب العالمين. توزن الحسنات والسيات. فاحرص كل حرص على ان تجمع ما استطعت من الحسنات. وتقلل ما استطعت من السيات. نعم كمل. رابعا وطهوره بضمن الطاء التطهر ويشمل الوضوء والغسل وازالة النجاسة. طيب. الطهور غير الطهور في الدرس الماضي. صح او لا? الطهور الماء الذي يتطهر به. والطهور الفعل. والوضوء والوضوء. صح في فرق ها? من توضى نحو وضوئي ولا نحو وضوئي. وضوئي. يعني فعل نصف فعلي. اتي النبي صلى الله بوضوء. ليتوضأ به. يعني بوضوء بالفتح الواء يعني بالماء. فهنا الحديث والطهور وطهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه في تنعلي وترجلي وطهوره. يعني يشمل ماذا? الوضوء والغسل وعزالة النجاسة كل هذا من الطهارة. ما كان فيه يمين وشمال يعجبه ان يبدأ بال باليمين. طيب ما لم يكن فيه يمين وشمال. مثل غسل الوجه. ما تغسل شطر وجهك ها? اولا ثم اليمين ثم شطر وجهك الشمال. ولا مسح الرأس. لا. وانما هذا مقصور فيه على ماذا? على ما كان فيه يمين والشمال. نعم. خامسا وفي شمال. طيب ايضا بعد خلين مسح الخفين. تبدأ باليمين ثم الشمال ولا كيف? جاءت السنة حديث المغرم شعبة. فمسها عليهما. ولم يقول ايش? يمين ثم الشمال. فهذا ما الافضل? نبدأ يمين ثم الشمال ولا عليهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عليهما. لو بدأت باليمين ثم بالشمال في مسح الخفين. او بالشمال ثم باليمين. المسح صحيح. لكن مس عليهما هذا موافق للسنة. نعم. كمل. خامسا وفي شأنه كله من الاشياء المستطابة كهذه الامثلة المذكورة. قال الشيخ تقي الدين وفي شأنه كله عام مخصوص بمثل دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما مما يبدأ فيه باليسار. منتاز. قال الشيخ تقي الدين وفي شأنه كله عام مخصوص. كما ذكرنا قبل قليل. ها ما الذي يخص يعجبه التيمون. ها المسعلة الخفين. هذا فيه حديث. اذا يقال كل ما فيه يمين وشمال الافضل بدأ باليمين. الا ما خصه بدليل اخر. فيدل على ماذا? على انك ما تبدأ باليمين. كالمسع الخفين مسع عليهما. كالخروج من الخلاء يخرج ايش? برجله. ها اليمين. واضح? طيب. دخول المسجد يبدأ برجل اليمين. تمام. نعم. المعنى الاجمالي. طيب الاستنجاء. استنجي باليمين والشمال. ويحرم ان يستنجي باليمين. لان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين. واضح? نعم. هذا معنى عام مخصوص. يعني في كل شيء الافضل التيمون الا ما في دليل يستثنى فيكونه باليسارة او بالشمال. نعم. المعنى الاجمالي. من فضل امهات المؤمنين رضي الله عنهن. لسيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق. انهن روينا للامة من افعال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لسيما الافعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير اهل بيته. روينا علما كثيرا. فهنا عائشة. تخبرها. عائشة عزيلا عنها هي اعلم نساء امهة محمد صلى الله عليه وسلم. العلم بالنساء اعلم امرأة في امهة محمد صلى الله عليه السلام عائش رضي الله عنها. ويحب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه. وهي بكره الوحيد. ما تزوج بكرا ان الله هي. رضي الله عنها. تلقى بايش بالصديقة بنت الصدير. عائش رضي الله عنها تعمل بقول الله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آية الله والحكمة. ففي اشياء خاصة في البيت يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها المسلمون. فامهات المؤمن يروينا ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله في بيته. نعم. فهنا عائشة تخبرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المحببة اليه. وهي تقديم الايمن في لبس عليه ومشت ومشت شعره وتسريحه وتطهره من الاحداث وفي جميع اموره. التي من نوع ما ذكر. كلبس القميص والسراويل والنوم والاكل والشرب ونحو ذلك. كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتشريف اليمين على اليسار. نعم. واما الاشياء المستقدرة. فالاحسن ان تقدم فيها اليسار. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عن الاستنجاء باليمين. ونهى عن مس الذكر باليمين. لانها للطيبات. واليسار لما سوى ذلك. مس الذكر باليمين سيأتينا البحث في حديث قادم قريب ان شاء الله. نعم. ما يؤخذ من الحديث. اولا ان تقديم اليمين للاشياء الطيبة هو الافضل شرعا وعقلا وطبا. الله كبر. قال النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين. في كل ما كان من باب التكريم والتزين. وما كان بضدها استحب فيه التياسر. نعم. ثانيا ان جعل اليسار للاشياء المستقدرة هو الاليق شرعا وعقلا. ثالثا ان الشرع الشريف جاء لاصلاح الناس وتهذيبهم ووقايتهم من الاضرار. رابعا ان الافضل في تقديم الوضوء ميامن الاعضاء على مياسرها. قال النووي اجبع العلماء على ان تقديم اليمنى في الوضوء سنة. من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال في المغني لا يعلم في عدم الوجوب خلاف. طيب. هنا اريد انبه يعني مسألة. من عادات اهل الخليجة اكون بايديهم في الرزل واللحم. بعض الناس يضع اليدين في الايدام. يعني مثلا ياخد دجاج وياخد اللحم يقطع باليدين. هذا ترى عنده الخليج مستنكر جدا. انتبهتم? يعني بعض الناس متعود ياخذ الفرخة ها? فرخ عرضتهم اللي لكن فرخات? حبايبنا المصريين. تقول بعد هذا اه? يفتحها بدنتين. هذا ترى صعب عند الله. ليش انا اقول لك الكرام هذا? عساس ما تقع انته بالاحراد. ندرى بعض الناس ترى واحد وضع يده الشمال في الزاد. ما يقدر يأكل. يقوم. تبهتم? هذا شيء واقع. لا تأكل يدين. بيد واحدة. تريد ان تأكل شيء يعني تفصل يدين. ممكن تاخذ نص الفرخة ولا ربع الفرخة. حطها بجانبك. اعمل اللي تبيه. اما في داخل الصحة النفسة تحط الشمال. هذه يعني في ناس ما يقدر يأكل معك. لان معلوم ان الشمال ايش? الاستنجاء. فما يطيق كثير من الناس انك ايش تضع شمالك في الزاد. تقطع اللحم كذا في ايديك الشمال. هذا انساه. لا تفعله. واذا استطعت حتى في بلدك لا تفعله. لا تفعله. لان ايش? النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل? بيمينة. واليمينة هي الاشياء المكرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. كل بيمينك. وكثير من الذي يستعمل الشمال في هذا في التقطيع اللحم والدجاج? اه? يضع ها? في شماله. فيقع فيه في المحظور. وماذا محظور? لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش? فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فيكون هنا وقعت في النهي اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل بالشمال. وتشبهت بالشيطان. فاحرص. متعود تاكل بيدينتين. كما تعود تاكل باليدين. اكل باليد واحد. تعود. هي مسألة تعليم. نعم. احسن الله وليك. الحديث العاشر. قال المؤلف رحمه الله. عن نعيم المجمر. عن ابي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم. انه قال. ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. روه البخاري مسلم. وفي لفظ اخر رأيت ابا هريرة يتوضى. فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين. ثم قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول. تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. طيب. هذا الحديث يقول بعضها العلم ان فيه ادراج. فيه ادراج. وما معنى الادراج? الادراج هو ان يروي الراوي كلمة او جملة يظن من سمع منه انها من اصل الحديث. انتبهتم? فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. الى هنا انتهى الحديث. فابو هريرة من رأيه قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فسمع هذا التعقيب من ابي هريرة على الحديث فمن استطاع الراوي عنه. فظن ان هذا من كلام من تمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء المحققون وحققوا فوجدوا ان اخر كلام النبي صلى الله وضوء. وان ابا هريرة ادرج هذه الزيادة في هذه الحديث فظن السامع عنه انها من اصل حديث. يذكرون من انثال المدرج ان شيخا كان يملي على طلابه السند سند حديث الى النبي صلى الله عليه سلم قال هم يكتبون. حدثنا حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يكتبون. فدخ رجل حسن الوجه. فقال الشيخ من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. اللي يكتبون ايش ظنه? ان هذا هذا الحديث. وهو هو يعقب على الرجل لما وجده وجهه مضيئا. فقال من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. اللي يكتب ايش? ظن هذا الحديث. ها? وهذا اهل العلم مع التحقيق والمقارنة بالروايات القرن بين الروايات. يكتشون هالكلمة قد ادرجها احد الروايات وليست هي من اصل الحديث. مثل هنا ماذا قالوا? اولا الغر الغرة والتحجيل. الغرة يعني بياض في جبين الفرس. والتحجيل البياض في اطراف الفرس. فالفرس اذا كانت يعني اه سوداء خيل بهم او مثلا اه حمراء وهجاء في جبينها بياض يقال ايش? فيها غرة. واذا اجاءت اطرافة بيضاء يقال عنها ايش? محجلة. واضح? طيب. اذا واحد يتوضى يقصي الوجهه. كيف يطيل غرته? التحجيل ممكن يتجاوز المرفقين الى العضدين الى الى اطراف المنكبين. الرجلين ممكن يرفع بالغسل الى الى الركبة. الى اعلى الساق صح? لكن كيف يطيل غرته? مدام وجه يغسله والرأس ها يمسحه. اذا اراد ان يطيل بالغسل يعني سيضطر ماذا يفعل? يغسل. يغسل رأسه والرأس الواجب فيه ماذا? الفرض في الرأس المسح. فهذا الاشكال دل على ان فمن استطاع منكم ان يطيل غرته ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لان لا يمكن اطارة الغرة. لابد من غسل الوجيش كاملا ولو اراد ان يرفع اكثر غسل الرأس والرأس فرضه المسح. فقال هذا دليل على انها مدرجة من ابي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح? هالحديث فيه فائدة عظيمة جدا طالما ذكرناها. النبي صلى الله عليه وسلم سؤل كيف تعرف امتك يوم القيامة? امم كلها يحشرها الله عز وجل في يوم واحد. منذ ان خلق الله ادم عليه السلام وخلق له ذرية الى اخر واحد من ذريتي ادم. يحشرهم الله. اليوم الحشر اسمه. فامة محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذين اتبعوه. دخلوا مع بينها الامم. فيا رسول الله كيف يتعرف امتك بين الامم بين البشر? فقال عليه الصلاة والسلام ارأيت ان كان عندك خيل غرة محجلة. دخلت في خيل بهم. عندك خيل فيها غرة وفيها ايش? تحجيل. ودخلت في خيل? بهم. اتعرف خيلك? تعرف ما تعرف? قال السال اعرف خيل. قال فان امتي يدعون يوم القيامة. غرا محجلين من اثار الوضوء. فيأتي احد افراد امت محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة? او يأتي كل منهم يوم القيامة? ها? وجوه بيضاء واطراف بيضاء من اثار الوضوء. طيب واحد لا يتوضى ولا يصلي. ويعد نفسه من امتي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف سيأتي يوم القيامة? اصلا هذا البيض كيف يا اخوة? من اثار الوضوء? هذا ما يتوضى. هذا لا يتوضى. هذا اسود الوجه. لا يركع لله ركعه. يتكبر على الله عز وجل. الصلاة عامود عامود الدين. فلذلك من كلام الوعاظ الجميل. قالوا هذا الحديث ادلوا على ان من لا يتوضى ولا يسجد لله ولا يصلي. فليبحث عن امة اخرى يلتحق بها. هذا ليس من امة محمد صلى الله عليه وسلم. كلام خطير جدا. خطير جدا. لا تأذن لنفسك ولا لزوجتك ولا لأولادك. ولا لمن له لك ولا يعليه. ان يتهاو من شأن الصلاة. شأنه عظيم. شأنه عظيم جدا. بل هي الحد الفاصل بين ايمان والكفر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بين الرجل وبين الشرك والكفر. ها تركوا الصلاة. تبهتم? فقل لي اي انسان تواجهه وهو يستهن بالصلاة كيف ستكون من امة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة? وامة محمد يأتون ماذا يا اخوان? بيض الوجوه. بيض الاطراف من اثار الوضوء. غر المحجلين. وانت ها لا وضوء ولا صلاة. نسى الله العافية. طيب غريب الحديث. غريب الحديث. يدعون مبني للمجهول. ينادون نداء تشريف وتكريم. طيب يدعون يقول مبني للمجهول. مثل هذا العلم يقولون الافضل ان يقال مبني لما لم يذكر فاعله. مبني لما لم يذكر فاعله. لان الفاعل لم يذكر هنا. ما الفعل يبنى على من لم يذكر فاعله. والفاعل هو الله عز وجل. صح? فالله عز وجل انزل الكتاب. لكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي انزل عليه الكتاب. ما الذي انزله? الله عز وجل. فهل يقال عن لا مجهول? وحملة الارض والجبال. فدكة دكة واحد. ما الذي يدكها? الله عز وجل. فهل يقال مبني على المجهول? فهنا يقولون ايش? اذا كان الفاعل معلوم. ولم يذكر للعلم به. فانه يقال لما لم يذكر فاعله. ولا يقال مبني للمجهول. طيب فاذا لم يذكر الفاعل يقوم المفعول به مقام الفاعل. في اخذ حركته. يعني اذا قلنا مثلا كسر. ما ليس بكسر. خلنا نقول. اكل الطفل التفاعة. من الفاعل? الطفل مرفوع صح? اكل فعل ماضي. مبني على الفتح. الطفل فاعل مرفوع بالفعل. انت رفعه الضم. الطفل التفاحة. مفعول به منصوب بالفعلات نصبية الفتحة. صح? اذا لم يذكر الاكل. جاء واحد ولا اكلت التفاحة. راحت. من اكله ما نعلم. فيقول اكلت التفاحة تو. بعد ما كانت ايش? اكلت الطفل التفاحة صار ايش? التفاحة. صار المفعول به مكان الفاعل. فيأخذ حركته. بعد ما كانت التفاحة صارت التفاحة تو. طيب? واضح? واضح المثال? يعني بعضكم يقول هذا حين نازل فينا تفاحة وطفل. معلش? لانه اللي ما عنده مبادل نحو. ودك ايش تنزل بعد معها. وعسى بعد استوعب معك. اذن? معلش? العلم ما فيه تكبر. طيب. لماذا لا يذكر الفاعل? يمكن احيانا ما نزل من الفاعل اصلا. فنضطر لا نذكره. كما لو جئنا وجدنا ايش? شي مسروق ولا واحد مقتول. ولا نعلم القاتل. فيقال ايش? قتل فلان. لماذا قال قتل فلان? لاننا لا نعلم من القاتل. لا نعلم. فيقال للجهلي. لعدم العلم بالفاعل يحذف. واضح? واحيانا للتستر عليه. ما يريد ان يذكر من الذي فعل الفعل فلاني? فيبني الفعل لما لم يذكر فاعله. يقول بيعة بكذا وكذا. سيمة بكذا. من سامة? سيم. البيت سيم. واضح? ليش? ما يريد ان يذكر من الذي سامه. اما يستر عليه لمصلحة لنفسه او للاخر. او قال لا تعلمني انا فعلت. او انا لا اشتريت. او لا للسمت. لمصلحة فلا يذكر. مع علمه ان من هو الذي فعل? واضح? واحيانا شوف. لا يذكر الفاعل للعلم به. لانه معلوم اصلا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله لالله. وان محمد صلى الله عليه وسلم. امرت. من الذي امره? ما قال امرنا الله. قال امرت. معلوم الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم من? ربه تبارك وتعالى. فاحيانا لا يذكر الفاعل للعلم به اصلا واحيانا للجهل به واحيانا للتستر عليه لمصلحة اما فلا يقال في هذا كل مبني للمجهول واحيانا اصلا معلوم فالافضل يقال ماذا لا سم اذا كان الفاعل ربنا جل وعلا او الرسول صلى الله عليه سلم او نحن لا يقال مبني المجهول يقال مبني ها لما لم يذكر فاعله ان شاء الله صلى الله عليه وسلم فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يدعون طيب يعني فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله ومعنى يدعون يعني ينادون النداء تشريف وتكريم يدعون ينادون ماذا قال لهم يا غر يا محجلين يدعون يعني ينادون صح يدعى محمد يعني ينادى محمد تبهتم واضح طيب اذا يدعون الاحتمال اول انهم ينادون بهذا اللقب يا غر يا محجلين ويحتمل يدعون يعني عندما يقال لهم يا امة محمد يكون في تلك الحالة ها حالتهم عندما يدعون غر المحجلين يعني المعنى اما يدعون بهذا اللقب يا غر يا محجلين او عندما يقال لهم يا امة محمد يدعون في تلك اللحظة ايش حالهم غر المحجلين اما كل معنى يدعون ينادون يا غر يا محجلين او عندما يدعون يقال لهم يا امة محمد اقبلوا ها يكونوا في حال غر المحجلين من آثار الوضوء. احتمل هذا وهذا. كمل. ثانيا غر بضم الغيني وتشديد الرأى. جمع اغر. اصلها لمعة لمعة بيضاء في جبهة الفرس. فاطلقت على نور وجوههم. الله اكبر. نعم. ثالثا المحجلين من التحجيل. وهو بياض يكون في قوائم الفرس. والمراد به هنا النور الكائن في هذه الاعضاء يوم القيامة. تشبيها بتحجيل الفرس. الله اكبر. اربع الوضوء بضم الواو وهو الفعل. خامسا من اثار الوضوء علة للغرة والتحجيل. نعم. المعنى الاجمالي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم امته. صلى الله عليه وسلم. بان الله سبحانه وتعالى يخصهم بعلامة فضل وشرف يوم القيامة. نشه. من بين الامم. حيث ينادون فيأتون على رؤوس الخلائق تتلألأ وجوههم وايديهم وارجلهم بالنور. وذلك اثر من اثار هذه العبادة العظيمة. الله اكبر. وهي الوضوء الذي كرروه على هذه الاعضاء الشريفة. ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه. فكان جزاؤهم هذه المحمدة العظيمة الخاصة. ثم يقول ابو هريرة من قدر عنه. هذه العبادة العبادة الوضوء قد يؤديها الانسان على المكاره. شميع المكاره. يعني فيما الشقة هو يؤديها. كما لو كان الماء باردا او ساخنا او بعيدا. فيحتاج الى جهد. لكن انظر الى اثاره يوم القيامة. ها تكون سببا لبياض الوجوه والاطراف. ولذلك من اعظم القربات الوضوء ها. على المكاره. فالسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يرفع الله به الدرجات وكفر عن السيئات. فقال كثرة الخطى المساجد. واسباغ الوضوء يعني اتمامه. اسباغ يعني اتمامه. تجيبه كامل. على المكاره. يعني وفيما الشقة عليك وما عليك تتوضع وضوعا كاملا. فهذا من الحسنات نعم. ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه. من قدر على اطالة هذه الغرة فليفعل. لانه كلما طال مكان الغسل من العضو طالت الغرة والتحجيل. لان حلية النور تبلغ ما بلغ ماء الوضوء. طيب. الخلاف. ممكن هنا ايش ايقال. يعني حتى لو اردت ان تطيل الغرة والتحجيل. ليس معناه انك تتجاوز الواجب غسله او تقسر رأسك وهو فرضه المسح. يكون المراد كثرة الوضوء. بكثرة الوضوء يحصل ايش التطويل. نعم. الخلاف في اطالة الغرة. اختلف العلماء في مجاوزة حد المفروض من الوجه واليدين والرجلين للوضوء. فذهب الجمهور الى استحباب ذلك. عملا بهذا الحديث على اختلاف بينهم في قدر حد المستحب. نعم. يعني حتى الذي يقول تتجاوز المرفق لا تبالغ حتى تصل الى المنكب. لا تتجاوز شيء يسيرا. وكذلك غسل الرجلين. تتجاوز الكعبين. لكن لا الى الركبتين. وانما الى مثل انصاف الساق. فلا يكون ايش مبالغة في التطويل. نعم. وذهب مالك ورواية عن احمد الى عدم استحباب مجاوزة محل الفرض. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وايدوا رأيهم بما يأتي. واحد. اولا مجاوزة محل الفرض على انها عبادة دعوة تحتاج الى دليل. نعم. والحديث الذي معنا لا يدل عليها. وانما يدل على نور عضاء الوضوء يوم القيامة. وعمل ابو هريرة. ابي. نعم احسن الله اليك. وعمل ابي هريرة فهم له وحده من الحديث. ولا يصار الى فهمه مع المعارض الراجح. نعم. وذاك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل الى الركبتين اذا اول الاخر الساقين. ولا الصحابة غير ابي هريرة. فهذا فهم خاص لابي هريرة ظن انها. ايش انه يستحب ان يطيل. نعم. اما قوله فما استطاع الى اخره فرجحوا انها مدرجة من كلام ابي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هاي الجملة مدرجة. حرطت من مدرجة? انا بينتلك كنت مدرجة ولا لا? ها? ما اضيفه في الحديث فظن الراوي انه من من متن الحديث. نعم. ثانيا لو سلمنا بهذا الاقتضاء ان نتجاوز الوجه الى شعر الرأس. وهو لا يسمى غرة فيكون متناقضا. نعم. لو ان شخصا ارادا يطيل في الغرة فماذا فعل? غسر رأسه. يعني حتى الخيل رأسه ابيض كامل ما يسمى غرة. الغرة فقط ايش? يعني البقعة في جبينها. مش رأس كله ابيض. نعم. ثالثا لم ينقل عن احد من الصحابة انه فهم هذا الفهم. وتجاوز بوضوءه محل الفرض. بل نقل عن ابي هريرة انه كان يستتر خشية من استغراب الناس لفعله. نعم. رابعا ان كل الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لم يذكروا الا انه يغسل الوجه واليدين الى المرفقين والرجلين الى الكعبين. وما كان ليترك الفاضل في كل مرة من وضوءه. وقال في الفتح لم ارى هذه الجملة من رواية. في رواية احد ممن روا هذا الحديث من الصحابة. وهم عشرة. ولا ممن رواه عن ابي هريرة. غير رواية نعيم هذه. نعيم. 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 خامسا. الاية الكريمة تحدد محل الفرض بالمرفقين والكعبين. وهي من اواخر القرآن نزولا. واليك نص كلام ابن القيم في كتابه. ايه اية اية صورة المادة اللي هي. يا ايه الذي امن اذا قمتم بالصالة فاقصر وجوهكم ويديكم الى المرافق. وامسع برؤوسكم ورجلكم الى الكعبين. نعم. واليك نص كلام ابن القيم في كتابه حد الارواح. قال اخرجا في الصحيحين. والسياق لمسلم عن ابي حازم قال. كنت خلف ابي هريرة وهو يتوضأ للصلاة. فكان يمد يديه اي يمد يده حتى يبلغ ابطه. فقلت يا ابا هريرة ما هذا الوضوء. فقال يا بني فروخ. قال في الحاشية انه بلغن ان فروخ كان من ولد ابراهيم بعد اسحاق واسماعيل. فكثر النسله ونمى عدده. فولد العجم الذين في وسط البلاد. طيب كم? قال يا بني فروخ انتم هاهنا لو علمت انكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يعني انتم هاهنا لو علمت انكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. يعني كان ايش? يستطر خشا ان يستنكرون ماذا يفعل. لكن هذا فهم الخاص ان هذا التطويل افضل. نعم. وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضودي واطالته وتطويل التحجيل. ومن من استحبه بعض الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. على غسل الوجه والمرفقين والكعبين. ثم قال فمن زاد على هذا فقد اساء وظلم. نعم. فهذا يرد قولهم. ولهذا فان الصحيح انه لا يستحب. وهو قول اهل المدينة. وورد فيه عن احمد روايتان. والحديث لا يدل على الاطالة. فان الحلية انما تكون زينة في الساعد والمعصم. لا في العضودي والكتف. ان حتى الحلية اللي يلبس الناس في الدنيا ما يبالغون فيها. ها? يعني جمالها لا تصل الى اعلى اليد. واضح? طيب كم؟. واما قوله فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. فهذه الزيادة مدرجة. في الحديث من كلام من كلام ابي هريرة. لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بيّن ذلك غير واحد من الحفاظ. تمام. وفي مستد الامام احمد في هذا الحديث. قال نعيم فلا ادري قوله من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. او شيء قاله ابو هريرة من عنده. نعم. وكان شيخنا. قال في الحاشية. كلام نعلم نقيم ايه? الشيخ نعلم نقيم ايه? يقول هذه اللفظة لا يمكن ان تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان الغرة لا تكون في اليد. ولا تكون الا في الوجه. واطالته غير ممكنة. اذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. انتهى كلامه رحمه. رحمه. طيب ادخل الباب البعدة. باب دخول الخلاء والاستطابة. هذا الباب يذكر فيه اداب دخول الخلاء. باب دخول الخلاء والاستطابة. يعني هذا باب واحد اسمه الخلاء واسمه الاستنجاء. واضح? الخلاء لان عادة الذي يقضي حاجة ماذا يفعل? يخلو بنفسه. والاستطابة لانه يتنظف فيطلب يعني النظافة في ذلك سم استطابة. والاستنجاء لاستعمال الجمار فيستنجي بها. فهذه الاحكام سبحان الله العظيم من كمال شريعة الله تبارك تعالى انها عدد. ليست مسألة ولا مسألتان ولا ثلاث اكثر. وهي في اخص حوائج الناس. فاذا كان الخلاء وادابه او الاستنجاء وادابه جاءت في هذه السنن. فكيف يظن ان المهمات الكبيرة في العبادات او المعاملات يتجاهلها الاسلام او يقفل عنها او لا يأتي بها باحكام تامة كاملة. قضاء الحاجة فيه كذا وكذا وكذا كما سيأتينا. فكيف عاد ايش? ما سوى ذلك من وهو اكبر. فهذا دليل على كمال هذه الشريعة. وعمومها على كل ميادين الحياة. فلا يحتاج المسلم شيئا الا ويجد فيه الكتاب والسنة. نحن لا نحتاج لان نشرع تشريعا جديدا. بل نحن عباد لله عز وجل نبحث عما شرع الله لنا ونعمل به. وما نقصنا مما يستحدث فاصوله موجودة في الاسلام. تترك العلماء يجتهدون فيلحقونا الفروع بال بالاصول. نعم. هذا الباب يذكر فيه اداب دخول الخلاء والجلوس فيه والخروج منه. كما يذكر فيه كيفية الاستطابة من الانجاس في المخرجين بحجر وما يقوم مقامه. والتحرز منها. وهذا من ابواب كتاب الطهارة المذكور سابقا. نعم. الحديث الحدي عشر عن انس بن مالك رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه البخاري ومسلم. الخبث بضم الخاء والباء جمعوا خبيث والخبائث جمعوا خبيثة. استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم. طيب. الله من اعوذ بك من الخبث. ممكن يضبط هذا الحديث وهو الاكثر. الخبث لكن في ضبط ابيش بالخبث. بالتسكين الباء. لكن الخبث جمعوا خبيث وهو ذكران الشياطين. والخبائث جمعوا خبيثة وهي اناث الشياطين. والشياطين لا شك فيهم ذكران واناث. فيهم ذكران واناث. فناسب لدخول الخلاء وهو مكان قد يأوي اليه الشياطين. ان يستعيد المسلم قبل ان يدخل. فيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ويحمى القول انس رضي الله عنه. كان اذا دخل الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل. فمتى يقول المسلم هذا الدعاء. قبل ان يدخل. عندما يريد ان يدخل يقول هو يدخل. وهذا نظيره قول الله عنه. واذا قرأت القرآن فاستعد بالله. من الشيطان يعني اذا اردت ان تقرأ. لا ان تقرأ ثم بعد ما تنتهي تقول اعوذ الله من الشيطان الرجيم. لا. فهنا الاستعادة قبل الدخول تقول اللهم اعوذ بك من الخبث والخبائث. واللهم اصلها الله. اصلها يا الله. حذفت الياء. وجاءت المين بعدها لفظ الجلالة الله. للدلاع نفي في ياء محذوفة. هي اصلها يا الله. لماذا حذفت? حتى تكون البداة بلفظ الجلالة. تبركا. بذا لا يقال يا الله. ايش يقال الله. ثم الميم هذه دلالة على نفي محذوفة. اذا اللهم تساوي تماما ماذا? يا الله. بل هي احسن منها. لماذا? لان يا الله. ها. يبدأ المتكلم بالياء ثم ثم المنادى الله يا الله. وانما اللهم ماذا فعل? حذف يا النداء ونادى الله مباشرة قال الله هم يعني معناها يا الله. فالعبد اذا توجه الله بالدعاء بالنداء يقول له يا ربي. او يقول اللهم. لو قال يا الله لا بأس. لكن الاكمل ان يقول ماذا? اللهم. ولو قال ربي اكمل يقول يا ربي. معنى يا ربي وردت. لكن اكثر ربي. دعاء الانبياء في القرآن ربي. ربي اغفر لي. فيقول اللهم يعني يا الله. طيب. اني اعوذ بك. اعوذ يعني اطلب منك اللجوء. حتى تعيذني مما استعدت بك منه. فيلجأ المسلم بها الاستعادة وعبادة عظيمة. حتى يعيدك الله عز وجل. من شر ماذا? من شر كل ذي شر. حتى يشتعى ان يستعيد المسلم من شر نفسه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. يستعيدنا المسلم بالله من شر ما خلق. يعني ما خلقه الله. قل اعوذ ربي الفلق من شر ما خلقه. الله رب الفلق. يستعيد المسلم بالله رب الفلق من شر ما خلقه سبحانه وتعالى. فالاستعاد هذه امر امره عظيم جدا. لان الشرور كثيرة. شياطين. جن عفاريت. عين حاسدة. سحر. حسد. شيء كثيرة. هوام. دواب. حيات. عقارب. منافقون. مترصدون. كثير. ولا لا. اهل الشر من بهائم. من حشرات. من ديدان. من امراض. من اوبئة. يشرع المسلم ان يستعيد بالله. من البرص والجنون والجذام وسيء. لس قام. صح? الان نحن نعيش هالأيام انتشر فيروس في الصين. عجزوا عنه. الى الان ما عرفوا كيف يعالجونا. حتى من يتشاف من يقولون يكون عنده مناعة قوية. فمناعته من من ذاتها هي التي تطرد هذا. اما واحد على جوه قام لحد لا يقول ما فيه. فحتى كما قيل الان يبحثون عن من يلجون اليه. اين الله جل وعلا الخالق القادر على كل شيء. ولذلك يمتاز المسلم انه ماذا? ها يلجأ الى الله سبحانه وتعالى في الشدة والرخاء. والمشرك منهم من يلجأ الى الى الله في الشدة دون الرخاء. ومنهم ملحد او حتى مشرك ولو انتسب الى الملة الاسلام يلجأ لغير الله في الشدة والرخاء. ومنهم من يجهل ربه تبارك وتعالى. فيلجأ الى بوذة ولا صنم ولا الى حيوان ولا يهتدي الى الى اللجوء الى الله تبارك وتعالى. فكم فضلك الله عز وجل على كثير من خلق تفضيلا بمراحل كثيرة ولا لا. فالله جل وعلا يقول وقاربكم دعوني استجب لكم. ويقول جل وعلا امي يجيب المضطرة اذا? اذا دعا ويكشف السوء ويجعلك يقول افا الارض. ايلهم مع الله قليلا ما تذكرون. فويقول الله واذا سأكي عبادة عني فاني قريبا اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فالاستعاذ نوع من الدعاء ولا لا? واذا يقول ايش? اللهم اعوذوا. فتلجأ الى الله سبحانه وتعالى حتى يعيدك مما يسوءك مما يضرك. سواء شياطين انس او جن. سواء حشرات اوبئة امراض فضايح ديون كسل هم غم. ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من اشياء كثيرة. يمكن تتجاوز ربما ثلاثين. من من الاسقام. من الجنون. من الجذام. من الهم. من الدين. من قهر الرجال. من شرور الانفس. من الحسد. من السحر. النفاثات في العقد. المسهم بحاجة ما سلاغن له عن الله عزيز طرفة عين. الشرور كثيرة. فلذلك لا يدخل بيت الخلاء. الا يقول ايش اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. غريب الحديث. غريب الحديث. اولا اذا دخل الخلاء. يعني اذا اراد الدخول. كقوله تعالى. فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. يعني فاذا اردت قراءة القرآن. وكما صرح البخاري في الادب المفرد. بهذا حيث روى عن انس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء. نعم لا ايه هكذا. فاذا بالفا وليس بالواو كما قرأته انا اخطأت. فاذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم. نعم. احسن الله بليك. الخلاء. روى البخاري عن انس. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يدخل الخلاء قال وذكر حديث الباب. الحمد الله. يعني ايضا مصرح فيه. اذا اراد ان يدخل. نعم. ثانيا الخلاء بالمد. المكان الخالي. وهنا المكان المقصود والمعد لقضاء الحاجة. فانقصد فضاء كسحراء لقضاء حاجته فلا حاجة الى تأويل الدخول بارادة الدخول. نعم. يعني اذا ذهب الخلاء. يقول الخلاء يعني المكان الخالي بتعد. فما يحتاجش. قال ان الحديث اذا اراد ان يدخل. لانه اصلا ذهب مكان خالي. ما هو مكان معد. واضح? فقبل ان يضع ثيابه ليقضي حاجته. يقول حين اذن. اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. ثالثا الخبث والخبائث. الخبث ضبط بضم الخاء والباء. كما ذكر المصنف. نعم. ومعناه ذكر الشياطين. وضبطه جماعة باسكان الباء. الخبث. نعم. ومعناه على هذا يكون الشر. وهو معنى وهو معنى جامع. حيث قد استعاد من الشر اهله. وهم الخبائث. فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. طيب. يعني لو انت قلت احيالا الخبث والخبائث والخبس والخبائث. هذا جيد. الان اعرف ان الخبس بضم الباء يعني ذكران الشياطين. والخبائث تكون ايش معنى اناث الشياطين. لكن ذا قال اللهم نعوذ بكم الخبث والخبائث. يعني تستعد بالله من الشر. والخبائث يعني ايش واهل الشر. واضح? وهذا يكون عام حين اذن. المعنى. المعنى الاجمالي. انس ابن مالك المتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر لنا في هذا الحديث ادب النبي صلى الله عليه وسلم حين قضاء حاجته. ام. وهو انه صلى الله عليه وسلم من كثرة التجائه الى ربه لا يدعو ذكره والاستعانة به على اي حال. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم اذا اراد دخول المكان الذي سيقضي فيه حاجته استعاذ بالله والتجأ اليه ان يقيه من الشر الذي منه النجاسة نعم. وان يعصمه من الخبائث. وهم الشياطين الذين يحاولون في كل حال أن يفسدوا عن المسلم أمر دينه وعبادته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوف بالعناية يخاف من الشر أهله فجدير بنا أن يكون خوفون أشد وأن أخذ بالإحتياط لدينا من عدونا وأن أخذ بالإحتياط لديننا من عدونا ما يأخذ من الحديث يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المحفوف الذي أخفى عن ذكر الله عزيزي كان يستعيد بالله من القبوث والخباث فنحن كما يقال أحوج لأنه عندنا غفلة أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم بل نحن في غفلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في غفلة ولا يقال نحن أولى ما في أحد أولى من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لكن نحن أحوج واضح؟ نعم ما يأخذ من الحديث أولا استحباب هذا الدعاء عند إرادة دخول الخلاء ليأمن من الشياطين الذين يحاولون إفساد صلاته ثانيا أن من أذى الشياطين أنهم يسببون التنجس لتفسد صلاة العبد فيستعيد منهم ليتقي شرهم الله أكبر ثالثا صحيح يكثر الوسواس في الاستنجاة والوضوء وسبب الشيطان الشيطان هو الوسواس الخناس الذي وسوسه في صدور الناس فناسبا أن المسلم يستعيد بالله من الخبث والخبايث أو من الخبث والخبايث لأن الشيطان يحضر ويوسوس الإنسان في طهارته نعم ثالثا وجوب اجتناب النجاسات وعمل الأسباب المنجية منها فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر وجوب اجتناب النجاسات نعم وعمل أسباب منجية منها ومن ذلك الاستعادة طبعا فقد صح أن عدم التحرز من البول من أسباب عذاب القبر كما في حديث العباس مر بقبرين فقال أنهما لا يعذبان وما يعذب كبير أما حديثهم فكان لا يستطل من بولا أيضا استفاء من هذا الحديث فائدة وهي عدم التطويل أو الإطالة في المكث فيه الخلاء لغير حاجة لأن ما استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الخبث والخبايث أو الخبس والخبايث إلا أن هذا ما هو الشياطين انتهت حاجتك أخرج ما تدخل تجلس على المرحاض وتطول وتمسك الواتساب وتراسل وتحط ولا تمسك جريدة تقرأ ولا كذا هذا غلط وإنما انتهت من حاجتك أخرج واضح لأن هذا ما أولى الشياطين فأولى أن تخرج خارج الخلاء وتغذي ما أردته من حاجاتك أيضا هنا يذكر ماذا أن المسلم يشرع في حقه أن يذكر الله لأنه عندما يدخل الخلاء يحتاج إلى وضع ثياب والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات من آدم قاول بسم الله قاول بسم الله فعليه إذا أردت تدخل الخلاء وتضع ثيابك لأنه قد يدخل لا يريد أن يضع ثيابه يأخذ حاجة مثلا ويخرج أيضا يقول الله من عبد القبضي خباث واضح ممكن يأخذ مثلا شامبو والأصابون والأحد والذي يقلق الماء والذي يفتح الماء أيضا يقول الله من عبد القبضي خباث يدخل لكنه داخل وريد أن يضع ثيابه فهنا يحتاج إلى ماذا أن يقول بسم الله لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم قاول بسم الله فتقول بسم الله ثم تقول الله أعود لكم خباث وخباث وتدخل الخلاء والله تعالى أعلم نكتب القدر وصلى الله وسلم بارك عن محمد وعلى صحبه أجمعين